استاذ سعد يعني أولا التحالف يتواجد بموجب يعني مذكرة بموجب مذكرة التفاهم بين الجانبين الحكومي العراقي والأمريكي هذا أولا ثانيا جلاء المستشارين بقضيهم وقضيضهم هذا لن يحدث ثالثا التواجد المرشق هو أفضل الحلول لتواجد هؤلاء المستشارين هم هو الترشيق بالعدد المقبول والمعقول ليتلاءن طرديا مع حجم التحدي وحجم المرحلة رابعا العراق دائما يحتاج إلى عمليات تسليح والتجهيز ودائما يحتاج إلى يعني معلومات استخبارية وفنية ودائما يحتاج إلى ضربات جوية تنفذها قوات التحالف ولطالما ننفذت يعني غاية الشهر المنقضي والشهر الحالي ننفذت ضربات في أماكن نائية سيما ما بين كاركوكو ما بين صلاح الدين في منخفضات وفي وديان وادي الشاي وادي صغيتون وادي من خناجر ومرتفعات ماما وأعتقد أن الجانب العراقي قطعا لن يستغني لا استخباريا ولا معلوماتيا ولا فنيا لكن يعني على الولايات المتحدة أن تضبط إيقاعها وأن تتبع سياسة ضبط النفس اللامتناهي بطريقة تضمن عدم زج العراق وعدم إدخال العراق بيتون مرحلة قلقة من خلال استهداف يعني هي استهدفت مواقع تابعة للحج الشعبي والحج الشعبي هيئة مؤسسة قانونية رسمية دستورية تتبع إلى القادة العام قوات المسلحة وبالتالي هذه قواعد قطعا هي ليست فيها صواريخ باليستية وقطعا هي ليست معسكرات تضم مصانع للتحوير الأسلحة سيما الصواريخ موضوعة البحث الذين هم تم التحجي به على أنها صواريخ تستهدف القوات الأمريكية فيما يتعلق بالتصعيد الحاصل في ولا ولا حضرتك أشرت إلي الجاري الآن في غزة والبحر الأحمر هل تعتقد أن دخول العراق ضمن دائرة هذا التصعيد سينعكس على أوضاعه السياسية والأمنية وربما حتى الاقتصادية منها خاصة وأنت سيد العارفين أن الدولار تحت قبضة الفدرالي الأمريكي يعني أولا مضيق باب المندب ومضيق الخلاء هذا مضيق باب المندب كما تعلم السيد سعاد هو المصب الوحيد الذي يصب على قناة السويس وهو الذي يجمع البحر الأبيض بالبحر الأحمر في المحيط الهندي والهادي لذلك أعتقد والتجارة البينية هي تجارة عبارة عن مرور السفن النفطية وسفن التجارة والسفن البينية التي تربط ما بين آسيا وما بين أوروبا ما بين آسيا ما بين أوروبا وما بين أمريكا لذلك يعني اليوم خط 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 واحد على منهج وخطة واحدة اليمن ولبنان وسوريا والعراق هناك منهج واحد كأنما تم انتهاجه وهو استهداف المصالح الأمريكية لأنهم لأن استهدافها باعتقادهم وبأدبياتهم لأن الجانب الأمريكي هو يدعم الجانب الإسرائيلي والجانب الإسرائيلي هو يتمادى في حرب غزة من حرب لأن كونها حرب إبادة تستهدف أهلنا في فلسطين لذلك هم يعتقدون هذا اليقين فيعتقدون أن الضغط على المصالح الأمريكية سواء كان ضغط عبر ضرب قواعدهم أو الضغط على منع تدفق أو مرور هذه السفن سيؤدي إلى عضل وإعادة تفكير الجانب الأمريكي بالضغط على إسرائيل أو الكيان الغاصب من أجل إيقاف ما يحدث في غزة أستاذ سعد اشتركوا في القناة